أستاذ رشوان قال بعض التفاصيل أستاذ هبا اتكلمت بشكل كبير قبل الفصل على طول وكان الدكتور مبروك عنده إجابة أو عنده تعليق على الحكاية الأستاذ رشوان هو يعني كما عهدتني التفكير في نعم الله الموجودة بيهون المصايب والخطوب والآلام والأوجاع وأنا قلت في الفاصل كلمة للأستاذ رشوان بأن من رحمة ربنا بيك وجود هبا جنبك بل لما تبقى الشروة كلها من رحمة ربنا بيك بيك أنا يا دكتور كتر خيرك الحمد من المرار اللهم أمين فكونك تلاقي عيّل من عيالك قريب منك ساكن جنبك بيقرالك الفيس بيعمل لك طلباتك بيسندك والتانية كأنها موجودة عندنا أنت عارف أنا مبدأي أموت عليه أعمل لغاية بحساب ماش دي واحدة دي واحد حاجة تانية أن أي كلمة إساءة للتانية اسمها إيه؟ آية آية هتسيء الأستاذ رشوان لأنه زي ما هيب غالية آية غالية جدا ولكن جدا المقادير تأتي رياحه بما لا تشتهي السفنه هيجي حد أنا متصور آية لا حول لها ولا قوة وإن اللعبة ده صحيح كم الله؟ يعني بتتصل بيها يا فنة؟ ولا اتصلت بيها مردتش أولاد خلاتي بيتصلوا بيها ما بتردش حتى بعد لا في خطوة معينة بالحاجات التي اتخذت أصلي كان فيه خطوات عملها تتخذ والحاجرة شوان ما بيردش فالخطوات تزداد ما يردش فتزداد فلا بوس والموضوع موضوع خلاف على عقار بس وشواء بس وحاجة كده ولا في حاجة تانية؟ بس يفنم هي في حاجة يعني احنا مش هايزين نخد في تفاصيل لا دعية لها ولكن أعتقد هو كانت تكيئة اللي نبتجي نتحرك عليها ولكن سبقها أحداث نحن لا نريد أن نشير إليها أنا عندي سؤال وأنا لفت يعني أنا التفت كمشاهد مع الأستاذ عمر أديب مع زميلي وصديقي الأستاذ عمر أديب لما الأستاذ محمد اتصل بي وكنت يا حضرتك بس أنا خدت بالي أنه هو ما كانش بيقول جدي حتى عمر سأله ما كانش بيقول جدي أو ما كانش بيقول خالتي كان بيكلم عنكم بشكل رسمي يقول للي يقوله أنا أمه يقول للي يقوله طب لو جالك والله أنا أمه لو جالك وقالك بس خد بالك يا شريف يعني إيه أنت أنا برضه ما بتطلع تتكلم في التلفزيون فه فه تبقى متحفز الآن الآن متوتر مش عارف تختار الألفز لو جالك وقالك يا أمي لو جالك وقالك يا أمي التانية إحنا عايزين نحل الموضوع ده بطريقة إحنا وصلنا للقلق والعهد على الروم على فكرة إحنا أرادنا أرادنا الصلح يا أستاذ شريف لو جالك وقالك سمحني واندبر أنا والحكرة شوال والمحامي عرادنا الصلح هم بقول لك أصلا أنا اللي بيسفني ومساني أنت مشكلتك في التوكيل إيه موسيقى